ووجه محافظ صلاح الدين دائرة صحة المحافظة لتلبية احتياجات المركز الصحي الرئيس بناحية صينية التابع لقضاء بيجي واتفق المحافظ ومدير عام الصحة المحافظة الدكتور رائد إبراهيم خلال حفل افتتاح المركز الصحي على خطة لتأثيثه وتوفير الأجهزة الطبية التخصصية وتجهيز صالة للولادة وثمن المحافظ دور صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة وبرنامج منظمة الأمم المتحدة للمائي أن تي بي لدعمها خطة الاستقرار والبناء في محافظة صلاح الدين